ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله صندوق الكوفيد تسعة عشر وأضاف تعاقدنا منذ عقود على الوصال الفني والإنساني على أساس الوضوح والشفافية ولأن الموقف يستدعي المصارحة فإني التزاما بدات المبدأ ووفاءا لما تقاسمناه من مصداقية وحرصا على الإبقاء على محبة المغاربة ودعمهم الذي يغنيني كل أنواع الدعم المادية والعينية أعلن من خلالكم للرأي العام ما يلي لقد امتنعت عن أخذ الدعم مع توقيف تنفيذ الإنتاج لأعمال الفنية في الوقت الراهن ورغم أن دعم الدول للمشاريع التقافية والريادية والفنية مقاربة تتسم بالعموم على المستوى العالمي ورغم أن منح هذا النوع من الشراكات في الإنتاج تذهب افترادا لدعم الإنتاج ورغم أنني أشتغل في إطار ممأسس يحقق الشفافية الضريبية ويضمن العيش لمجموعة من الأسر وتفاديا لأي حساسيات قد تصدر من بعض الزملاء الفنانين الذين لم يستفيدوا هذه السنة يقول الحلو وذكر أنه احتراما للمغاربة وارتقاء بهم ومن أجلهم وكذا حرصي على عدم التموقع في مناطق مشبوهة وحتى لا يكون هناك أي سوء تقدير أو فهم أو تأويل اتخذت قراري بتوقيف عملية الإنتاج وامتناعي عن الاستفادة مطالبا للوزارة أن تحول المنح المخصص لمشروع الفني إن هي شاءت إلى صندوق الكوفيد 19 ويشار إلى أن الفنان نعمل الحلو استفاد من مبلغ 160 ألف درهم كدعم استثناء مقدم من وزارة التقافة وهي القضية التي أطارت الجدال الكبير بالمغرب نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي